أشرت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط إلى حرص منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة على تعزيز الجهود المشتركة مع مصر في إطار تقدمها نحو تنفيذ أهدف التنمية المستدامة جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بالأمين العام المساعد للأمم المتحدة رئيسة مجموعة التنمية المستدامة أمينة محمد خلال فعليات النسخة السلسة والأربعين للمؤتمر الكشفي العالمية وشهد اللقاء مباحثات حول انعقاد مؤتمر قمة المستقبل والدورة التاسعة والسبعين للجمعيات العامة للأمم المتحدة في غضون ذلك أعلن كيبنفري الرئيس التنفيذي للمبادرة الأممية الدولية جيل بلا حدود اختيار وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط لتنضم إلى مجلس إدارة المبادرة ضمن قائمة من قيادات الاقتصاد العالمي ومسؤول الإدارات التنفيذية بكبرى مؤسسات القطاع الخاصة